موسيقى مشاهدين الكرام أو في الوطنية الأولى مساء نور أهلا وسهلا بكم تقريبا هم ميزة الوضع الجوي اليوم ارتفاع درجة الحرارة مقارنة بالأرقام المعتدلة لميزة أغلب فترات هذا الأسبوع تقريبا القصوى لسجنها اليوم بالمناطق السحلية كانت من بين 26 إلى 31 درجة اليوم بتونس العاصمة وصلت إلى 30 داخل البلاد تروحة الأرقام من بين 33 إلى 38 درجة مع ظهور الشيلي محليا كما نلاحظوا من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي تقصي اليوم كان مغيم جزئيا بالشمال وبالوسط وقليل سحب بمناطق الجنوب اليوم توقع ظهور خلايا رعدية بالشمال وبالوسط الغربي تكون مرفوقة ببعض الأمطار تقريبا ببقية الجهات ممكن ظهور بعض السحب العبرة ودرجات حرارة اليوم تتروح من بين 18 إلى 22 درجة بالشمال وبالوسط وبمناطق الجنوب تتروح من بين 22 إلى 26 درجة يوم الغد إن شاء الله يتواصل وضع الجوي ملائما لنزول بعض الأمطار بالشمال وبالوسط الغربي الأمطار تكون عندها سبغة رعدية بعد ظهور تقريبا درجة حرارة تتواصل في نفس المستويات مقرنة بهذا اليوم ومن ناحية الحركية ريح تكون قوية نسبيا قرب سواحل الشرقية وبالجنوب مثيرة للرمال والأتربة وتتجاوز سرعتها مواقة 50 كم في الساعة أثناء ظهور الخلايا الرعدية درجة حرارة القصوى المنتظرة اليوم الغد تصل إلى 30 بزغوان 29 بتونس العاصمة توقع 27 بنابل 28 ببنزرت 30 ببازة 31 درجة بجندوبة توقع 30 بالكهف 32 درجة بسليانة بمناطق الوسط بالقيروان في مستويات 34 بتوقع 29 بسوسة وبالمنسير 27 بالمهدية 33 بسيدي بوزيد 32 درجة بالقسرين وبالجنوب بسفاقس 28 29 بيقابس 35 بمدنين 37 بتطوين 38 برمادة 40 بأقصى الجنوب معظهور أشيلي محليا وبالجنوب الغربي في مستويات 38 بيكبيلي وبتوزر وبقفسة الحرارة القصوى تصل إلى 36 درجة بالنسبة للملاحة وسيد البحري بسواحل الشمالية منتقتين سيرات وخليج سونس ريح تكون شرقية فشمالية شرقية سرعة من 5 إلى 15 عقدة وتتجاوز مواقة 25 عقدة أثناء ظهور الخلايا العادية البحر يكون هدأ وقليل الاثتراب بخليج حمامات وبجية الساحل ريح تكون من القطع الشرقي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعة من 10 إلى 20 عقدة وتتجاوز مواقة 35 عقدة أخر نهار أثناء ظهور الخلايا العادية البحر يكون قليل الاثتراب بخليج جابس الريح تكون شمالية شرقية سرعة 28 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطلب كالعادة نمدوكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن العربية والأوروبية بين وقشت سماء سافية والحرارة في مستويات 36 درجة بالدار البيضاء وبالريباء تقس قليل سحب 22 أعلى نسبيا بالجزائر 27-44 بالقاهرة تقسيكون قليل سحب سماء سافية بترابلوس 30 وحرارة مرتفعة بالبيقى المقدسة تصل إلى 43 بالمدينة المنورة وبمكة المكرمة في مستويات 44 درجة بالدوحة 39 أيضا بأبوذبي بالكويت سماء سافية 43 34 بدمشق 37 بعمل 32 ببيروت ببغداد تقس في استقرار والحرارة تصل إلى 43 درجة وبالقدس الشريف تقس قليل سحب محرارة في مستويات 37 درجة حالة تقس ببعض المدن الأوروبية بإسطنبول سحب كثيفة مع أمطار 24 24 أيضا بموسكو 29 بفينا 31 بأثينا برومى سحب عابرة والحرارة معتدلة في مستويات 24-27 بأمستردام وببرلين وبكوبنهاجن تقساف والحرارة تصل إلى 24 درجة بالنسبة للندن سحب كثيفة مع أمطار 19-20 ببريس 19 بستوكولم 21 بجناف ببروكسل بتواصل طهات الأمطار والحرارة تقريبا تصل إلى 20-24 بمرسيليا 20-27 بمدريد وبلا شبونة سحب كثيفة مع أمطار محلية والحرارة في مستويات 23 درجة تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة بالنسبة ليوم الأحد الرياح تتواصل من القطع الشرقي على كامل البلاد الرياح التي تكون قوية لسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب تبقى مثيرة للرمال والأتربة وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق تقريبا الوضع الجوي يكون ملائم لظهور بعض سحب بأغلب الجهات والتي تكون أكثر كثافة بالشمال مع احتمال نزول أمطار ضعيفة البحر يكون قليل أل الثيراب بالشمال ومضطرب بالسواحل الشرقية ودرجات حرارة القصوة تتراوح من بين 24 إلى 28 درجة بالشمال وبالوسط وبمناطق الجنوب نتوقع الأرقام تكون من بين 32 إلى 38 درجة وتصل إلى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا بالنسبة لبداية الأسبوع يوم الأثنين الرياح تتنقل لتكون ملقطع الشمالي بالشمال وبالوسط ومياق قطع الشرقي بالجنوب تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب أيضا مثيرها للريمال والأترباء درجات حرارة تعرف ارتفاع ملحوظ وتقريبا الوضع الجوي يكون ملائم لظهور بعض صحب أغلب المناطق البحر يتواصل قليل الأثيراب الشمال ومثرب بالسواحل الشرقية للبلاد أوقات الشروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة وغروبها في تمام الساعة السابعة و35 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرز الجوي تروا دوبلو في بوميتيو بونتين تبعثوا رساليات قصيرة والتي تصلوا برقم الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع أسفار شكرا على حسن متابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر